هو المخيم للنازحين الذين جاءوا من مدينة غزة إلى هنا إلى مدينة خان يونس هذا المخيم الذي أقامته الوكالة الأنروا للنازحين والعائلات التي نزحت من مدينة غزة وجاءت إلى مدينة خان يونس ورفح السلام عليكم حجة وعليكم السلام كيف حالك؟ الله يسعنك الحمد لله حجة من وين نازحين أنت؟ نحن من معسكر جباليا نجينا على الشم الجنوب نجينا هنا يعني أول ما جيتوا يجيتوا على هذا المخيم ولا كنتوا في مدرسة؟ لا كنا عند بيت في بيت يعني من المعارف ولما طبعا صار دياغ في المكان وقالوا في السنة بدنا نشوف مدرسة أو أي مكان فأجينا هنا أكبر واحد بيكون بالخيمة الواحدة؟ أنا الخيمة اللي أنا فيها في 11 نفر 11 والبقين 8 تمانية اللي عند أخوتي يعني التانيين طيب في مواد غدائية في مياه متوفر للخبز؟ لا طبعا لا يوجد شيء متوفر لا مواد غدائية ولا خبز ولا مياه ولا أي شيء متوفر ولا العيشة في الخيمة أصلا خيمة يعني كويسة يعني هذه صورة الوضع في هذا المخيم الأول لأن نازحين من المواطنين الذين جاءوا من مدينة غزة ونزحوا إلى المناطق الجنوبية الظروف إنسانية صعبة يعني مشهد الخيام يعني يذكر النازحين هنا بأكثر من 75 عام من عملية النزوح للأباء والأجداد وبالتالي هذا المخيم يعني أصبح يلازم هذه العائلات بشكل كبير ويفاقم الأوضاع الإنسانية هنا كما نشاهد الأوضاع الإنسانية صعبة لا يوجد إنبادات لا مياه لا كهرباء لا غداء وبالتالي ستستمر معاناتهم طويلا ونحن نتحدث عن اليوم الرابع عشر لهذه الحرب على قطاع غزة وما زالت حالة النزوح قائمة وما زالت أيضا معاناتهم تتفاقم يوما بعد يوم هذا المخيم سوف يبقى شاهد على معانات النازحين الذين جاءوا من مدينة غزة إلى المناطق الجنوبية إلى رفح وخان يونس أحمد حرب لقناة العربية والحدث قطاع غزة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات